ده المحتوى بتاع النهاردة لكن صوت يعلو على صوت العشرة التساعة مساء السبت إن شاء الله تعالى في ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء المغربية الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي نهاء الأميرة وصراع كبير يا باشمان طيب اشتنى بقى ما ناخد كريم من المغرب وبعدين نتحدث بإسهاب نسافر معاكم إلى الدار البيضاء والزميل كريم أحمد موفد قناة الأهلي إلى أرض النهائي مساء الخير يا كريم مساء الخير عليك أستاذ ابراهيم المنسي وكل التحية طبعا لباشمان سعادل القيع والشكر موصول للتحية موصولة أيضا لجمهور النادي الأهلي يلا خدنا معاك على كذا بلانكا وقلنا إيه آخر الأجواء عندك الحقيقة أستاذ ابراهيم باشمان سعادل حالة من التركيز الكبير وجدية كبيرة جدا في معسكر فريق النادي الأهلي وبيعث فيه الكامل الحالة دي ممكن مطمئنة بشكل كبير جدا على أهمية المباراة ومدى تركيز اللعبين كل الظروف الحقيقة بداية من المجلس دارة النادي الأهلي اللي بيحاول بكل كوة يوفر مناخ طيب لكل اللعيبة من طائرة خاصة من استعدادات من تنسيق على أعلى مستوى هنا في المغرب من الجانب طبعا الخاص بمعالي السفير أشرف ابراهيم الجانب الإداري لتنقلات كل الأمور دي الحقيقة ماشي بشكل طيب ومطمئن جدا ويا رب إن شاء الله بإذن الله تستمر مع مرور الأيام حتى موعد المباراة يوم السبت 8 مساء بتوقيت الدار البيضاء 9 مساء بتوقيت القيرة إن شاء الله بإذن الله تكون مباراة قوية الفريقة للنادي الأهلي ونقدر إن شاء الله نعود من كذا بلانكا بيها البطولة لقم 10 لتدخل دولاب بطولات النادي الأهلي اليوم النهاردة بشغن سعاد ليا سيدس إبراهيم كالعادة طبعا البردمج للغذاء الحقيقة اللي ممكن بيقوم بدور كبير جدا خصائل التغذية طبعا دكتور عبد الرحمن سعيد مع الشيف الدالي الأمر اللي طبعا المهم جدا مع العيبة النادي الآلي كل أكل بالميزان الأكل بتوقيته الأمور دي ممكن الحقيقة بتنفس بكل دقة وبكل حديط طبعا حزفرة طبعا ده أمر مهم جدا لكل اللعيبة ننتقل بقى طبعا مباشرة للمسحة الطبية النهاردة المسحة الطبية النهاردة الخاصة بها المباراة كانت فيه تمام أتى ساعة ونصف نساعة في صباحا عفوا يا رب ان شاء الله بإذن الله تكون المسحة سلبية كعادة طبعا مسحات النادي الآلي من تركيزهم طبعا الكبير والإجراءات الاحترازية الهامة جدا واللي بشدد عليها طبعا رئيس الجهاز الطبي أحمد أبو عبلة كل اللعيب على طول ارتداء الكمامات ما بحدش بيتواجد بشكل كبير فيه اللي بيدور مخصص لفريقة النادي الآلي منها إلى ملعب المباراة العودة مباشرة إلى الفندق فيارب ان شاء الله بإذن الله نتيجة المسحة قد تكون سلبية لفريقة النادي الآلي مباشرة عقب انتهاء المسحة الغداء اتنين ونصف ثم محاضرة فنية البيتسو موسماني استغرقت لخمسة واربعين دقيقة الراجل الحقيقة بيقوم بدور كبير جدا سواء التحضير بيفرج اللعيب على هايلايتس كل مباراة كايزر تشيفز الأخيرة نقاط القوة والضعف ازاي هنبدأ نلعب النظري طبعا بيتكلم عليه ثم بيتم تطبيقه فيه الميران النهاردة الميران تمانية مساء هو توقيت المباراة الجو مميز وراءة جدا الحقيقة باشمان زعالي أستاذ أبراهيم هنا في المغرب درجة الحرارة كانت عالية جدا طبعا في مصر درجات الحرارة ورطوبة عالية لكن الحقيقة الجو مميز جدا وانتين قلتها بكده دي إشارة يا رب ان شاء الله بإذن الله يوم السبت يستمر المناخ والجو طيب جدا لكل فريق النادي الأهلي ونقدر ان شاء الله في تسعين ديئة لنهيها من بدايتها لنهايتها ما نوصلش لإكسترا تايم أو أي ضربات جزاء ان شاء الله بإذن الله كل الأمور دي تكون مع فريق النادي الأهلي عايزة أطمينك بقى على أكتر من لاعب وعلى حالة اللعبين الحالة المعنوية كل الأمور دي حالة معنوية مرتفعة جدا لكل اللعبين وجود الكابتن محمود الخطيب وعبعد أداء مغالس الإدارة ده دافع كبير جدا ورسالة مهمة جدا لكل اللعب الحقيقة كابتن محمود الخطيب في كل كبيرة وسطيرة بيكون متواجد مع فريق النادي الأهلي وجوده معاهم سلامه مع اللعب بعض الكلمات وبعض حديثه طبعا مع العبت لنادي الأهلي يمكن أنا ذكرته قلت يمكن كان فيه سلام مع محمد مجد أفشة واحد من نجوم فريق النادي الأهلي هدف المقلون طبع يمكن كابتن الخطيب قال له نحييتك وزقفتلك على هذا الهدف لأداءه المميز جدا فالأجواء طيبة وأجواء رائعة ومطمئنة يا رب إن شاء الله بإذن الله يكون دعواتكم متوفيق معنا إن شاء الله في هذه المباراة الصعبة والمنتظرة وكايزر الشيفز فريق مميز جدا حد يستطيع يقول إن الفريق صعب فريق أولي الفريق ضعيف عنده مميزات عنده دوافع أول مرة يصل إلى النهاية فعنده دوافع كبيرة جدا لكن دوافعنا إن شاء الله بإذن الله تكون أكبر وأكثر إن شاء الله في هذه المباراة النقطة الثانية والخاصة طبعا بالمؤتمر الصحفي والبرنامج الخاص وتدريب فريقا للنادي الآلي أنا عايز بس ألف النظر في طبع حضراتك يا سيد إبراهيم بشوانس عادلي المعتاد إن إحنا بنكون يوم الجمعة طبعا يوم اللي بيكون قبل المباراة 24 ساعة بيتضرب فريق النادي الآلي على ملعب المباراة وهو ملعب مركب محمد الخامس لكن الحقيقة بالتنسيق طبعا مع الكاف ووزارة الصحة المغربية لن يكون تدريب لفريق كايزر الشيف زوالة النادي الآلي على ملعب مركب الكامس يوم الجمعة يكون في الملعب الفرعي بملعب مركب محمد الخامس لأن الملعب طبعا يتم تسليمه للمراسم والإجراءات الاحترازية وكل الأمور دي طبعا بيتم تنسيق بشكل كبير جدا مع الكاف ده أمر مهم بي جدا كنا حابين إن إحنا نوه عليه نبدأ الضرب في ملعب كهرماء الدار البيضاء ملعب يبقى 30 ديئة عن فند والإقامة لكن يوم الجمعة إن شاء الله المؤتمر الصحفي يكون 12 ونص دورا بتوقيت المغرب ومنها مباشرة يتم تحديد موعد التدريب الأخير لفريق النادي الآلي لسه طبعا لم يتم تحديد المعاد لكن المعتاد طبعا يكون في موعد المباراة لكن الأمر ده كنا حابين حقيقة نوه عليه مع كمان المؤتمر الصحفي الناس يمكن تستغرب 12 ونص يكون المؤتمر الصحفي بالنادي الآلي إحنا طبعا في هذه المباراة نادي كازر شيفز A وإحنا B فالبي طبعا مفروض يكون المؤتمر الصحفي ليه هو الثاني لكن طبعا صلاة الجمعة يكون غدا إن شاء الله وحدة ونص هنا ويمكن فيه استثناء كده لفريق النادي الآلي عدل الكاف بالتنسيق مع كابتن سيد كابتن سامير عدل أن يكون المؤتمر الصحفي الأول ليه النادي الآلي ثم المؤتمر الصحفي الثاني ليه كازر شيفز على أن يكون فيه فرصة لكل بعثة النادي الآلي تؤدي صلاة الجمعة يا رب إن شاء الله كل التوفيق للنادي الآلي الأمور طيبة جدا بشمان ساعد لأستاذ إبراهيم ينقصنا بس التوفيق إن شاء الله يوم السبت بإذن الله أنا معك بشمان ساعد إبراهيم لو سمعت صدى الإعلامي الإحساس العام بالمباراة يعني هو في المغرب ولكن لا يوجد طرف مغربي في هذه المباراة هل هناك اهتمام ولا يعني المسألة شايفة إزاي اهتمام كبير جدا بشمان ساعد الحقيقة من كل وسائل الإعلام المغربية هنا حبهم الأول طبعا وقيمة النادي الأهل الكبيرة ويمكن كمان بنتواجد في الشوارع جمهور الرجاء وجمهور الوداد كلهم طبعا بيتفاول النادي الأهل وبيقولون إن شاء الله تكسبوا لأن انت عارف طبعا مشان ساعد لأستاذ إبراهيم لو كان طرف مغربي متواجد في هذه المباراة الأمور كانت تبقى صعبة بشكل كبير جدا لكن يعني إن شاء الله بإذن الله الدعم الكبير اللي احنا بنشوفه من الجمهور اللي بتواجده من كل طبعا أشقاءنا المغربة هنا بالديانة يعني دفع كبيرة جدا ومديها الحقيقة اللعيبة دفع كبيرة الاهتمام متواجد بعض وسائل الإعلام بتحاول أن يتقرب من فندق الإقامة عايز صار مع بدر بنون عايز صار مع العيب العايز ياخد خبر لكن اهتمام كبير جدا من وسائل الإعلام المغربية طبعا بقيمة النادي الأهل الكبيرة وقيمة أيضا كمان الكابتن محمود الخطيب الحقيقة الناس هنا سعيدة جدا 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 وجود كابتن محمود الخطيب تحديدا ويمكن كمان يعني فيه لقاء كده يمكن نتم مع واحد من رموز هنا الحقيقة يعني راجل مقلود خمسة واربئين سنة أو ثلاثة واربئين ساعة متواجد هنا في المغرب محب الكابتن محمود الخطيب وتابعه أكتر من مرة في التدريبات الحقيقة الكابتن محمود الخطيب أول ما شافه على طول طاقت معه لصورة سكرية وفكره كده ببعض طبعا المباراة والأهداف الحقيقة يعني الحب الكبير اللي بنشوفه هنا مجلس إدارة النادي الآلي بالكامل وتحديدا الخبتن محمود الخطيب أمر مش بعيد ومش غريب على مجلس الإدارة بروح النادي الآلي وروح الفنينة الحمرة يا رب يا رب ان شاء الله كل المجودات ده باشمان ساعد لي وستاذ ريم تكلل بالنجاح ان شاء الله يوم السبت بإذن الله كريم حادث الطاقس عندك زي لدرجة الحرارة والرطوبة الجو الحقيقة يعني مميز جدا أول يوم طبعا وصلنا فيه كنا وصلنا طبعا فيه ساعة متأخرة إلى فندوق الإقامة الجو طبعا فيه برودة شوية وده جو كورة بشكل كبير جدا يساعد النادي الآلي الصبح بيبقى فيه طبعا شمس لكن مش الرطوبة العالية اللي احنا شفناها طبعا عندنا في مصر الجو هنا مميز جدا وده لتوقيت الحقيقة لسألنا طبعا أشقاء أنا في المغرب فيه تقلبات في الجو لكن الحقيقة يعني غدا وبعد غدا ويوم السبت إن شاء الله يكون نفس الجو الشمس طبعا تمانية مساء هنا بيكون الشمس لسه طلع لكن الجو بيكون مميز الجو رائع جدا مفيش رطوبة مقدرش أقولك إن فيه رطوبة علي على قد مقدر أقولك جو كورة ورائع جدا وأجواء ومناخ وتقصراء إن شاء الله يساعد النادي الآلي فيه المبارة بإذن الله باش منساعده سيد سبريم الرباعي المنتخب الأولمبي هعملوا مسحة إضافية قبل المغادرة ماش كده بالتأكيد سيد سبريم طبعا يعني بالنهاردة احنا أجرينا المسحة وأيضا كمان الرباعي اللي هيتوجه طبعا إلى توكي أجرأ المسحة مسحة طبعا مسحة خاصة بالنادي الآلي والمسحة الأخرى إن شاء الله لصفر اللي شناء وصلاح محسن وطاهر وأجرم توفيه يا رب إن شاء الله مسحيتهم أيضا كمان تكون سلبية مع فريق النادي الآلي والأمور إن شاء الله تصبب مصلحة النادي الآلي يوم السبت بأمر إلا إن شاء الله لكن مسحة الكاف اللي احنا شايفينها هي نتيجتها ظهرت مش كده منتظرين نتيجتها سيد سبريم نتيجتها في خلال الساعات القادمة أو تكون صباحا إن شاء الله بإذن الله نتيجة المسحة لكن بأكد لك الأجراءات هنا بالنسبة لعيبة النادي الآلي التزام كبير في فنده اللقامة في التدريبات طبعا إحنا عارفين المغرب بريد زون بالنسبة طبعا للكورونا لكن حقيقة لعيبة النادي الآلي والجهاز الطبي تعليماته صارمة والحقيقة لعيبة مركزة وده اللي احنا شايفينه إصرار وعزيمة وجدية في التدريبات والتزام في فنده الأقامة كل الأمور دي بتدينا انطباقة وبتدينا دفع عن النادي الآلي ولعيبة النادي الآلي عايزة تسعد مئات الملايين من جمهور النادي الآلي جمهور النادي الآلي منتظر البطولة العشرة والحداشر والاثناشر لكن يا رب إن شاء الله البطولة العشرة البداية تكون معنا وبدايتنا تكون معنا بيتسو مسماني كمان يا أستاذ إبراهيمة بشمانس عدلي بيقوم بدور كبير جدا مع العيبة الجانب النفسي والجانب النظر تدريب الحقيقة فيه جدية كبيرة وفيه حماس كبير جدا فيها لتدريبات الرجل المركز على التكتك إزاي ننطلق تحديل الهجمة التخطيات العكسية الكروسات إم تنلعب كرات طويلة كل الأمور دي تمام تمام كل الأمور الفنية مؤكد إنه بيتسو مسماني عمل حسابها كريم تمام شكرا وتقرير مميز نشكرك عليك شكرا جزيلا كريم كل التوفيق زميل كريم أحمد موفد قناة الأهلي من المغرب